مصر دايما قوية بالمناسبة أنا عايزك خد الكلمة دي مني أرجوك أنت كمواطن مصري وأنت كمواطن عربي وأي مواطن عالمي بمعنى أنه في أي حتة في العالم يسمع أو يتقن الاستماع حتى مشو زي من الحديث للغة العربية مصر حتى لو فأضعف حالتها في منتهى القوة فما بالك بمصر وهي في منتهى القوة العالم ينظر إليها إزاي مصر وهي قوية جدا عارفت تعمل الاتفاق ما بين الفصائل الفلسطينية ووقف إطلاق النيران مصر وهي قوية جدا عارفت تعمل الخط الأحمر في ليبيا مصر وهي قوية جدا عملت منتدى شرق المتوسط مصر وهي قوية جدا عارفت تخلي العالم يجري مش هقولك لاهثا لصمح الله لكن يجري لإقتناص فرصة الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية مصر وهي قوية جمعت العرب ولقاء الأشقاء يمكن الشهير جدا في العالمين الجديدة في الساحل الشمالي المصري الصيف اللي فات مصر وهي قوية أصبحت تتلقى الاتصال من رئيس مجلس إدارة العالم جو بايدن الدولة الأكبر من واشنطن من البيت الأبيض شكرا للرئيس المصري شكرا لمصر على اللي انتوا بتقدموه في استقرار للمنطقة مصر وهي قوية جدا قادرة على تصفير المشاكل بمنتهى العزة والإباء والشمم والقوة والقدرة مصر في الجمهورية الجديدة قوية جدا لسه فيه أقوى ما يقدر على القدرة لله بس لسه ده مصر كده بتقول صباح الخير أيها العالم احنا رجعنا تاني نجلس على مش هقولك العرش لكن على المكان الطبيعي بتاعنا في المنطقة وفي الإقليم وفي القارة فتصبح القاهرة واحدة من عواصم صنع القرار مصر وهي قوية جدا في قلب كوب 27 الذي كان عبارة عن مجموعة من المؤتمرات والقمم لستة وعشرين دورة متتالية هي دورات وملتقيات التوصيات فقط فمصر لأنها أصبحت قوية ولسه هتبقى أقوى استطاعت أنها تحولها لقمة التنفيذ مصر عرضت قدام العالم على لسان رئيس الجمهورية احنا مستعدين للمشاركة في حل الأزمة الروسية الأوكرانية وتلقى العالم ذلك بمنتهى الاهتمام أنا متذكر يومها عرضنا جانب من الأخبار الصحفية على كل الوكالات وكبريات الجرائد والصحف وقتها